فوز نادي التراجي التونسي بربعية على ديكادها الصومالي ولكن حزاري من الأخطاء الدفاعية فوز مهم في بداية المشوار الإفريقي بالنسبة لنادي التراجي التونسي اللي كان تشكيله وجود أمان الله ما ميش في حراسة المرمى في اليمين بوشنيبة البين دفاع مريح وتجوي في الشمال بن حميدة قدامهم سلاسي خط النص حسام تقى وأهول وادربالي وقدامهم سلاسي الهجوم في اليمين ينسسوا في الشمال البلايلي ورص حربة صاريح وهو يوسف العبدالي هذه التراجي التونسي كان بيلعب على الهجوم من الأطراف طبعا بوجود بوشنيبة وبوجود بن حميدة اللي الحقيقة بيزيد بشكل كبير جدا مع يوسف البلايلي ووجوده مؤثر بشكل كبير جدا طبعا الجبهة الشمال يمكن هي الأنشط شوية من الجبهة اليمين ده غير طبعا الهجوم من العنق اللي بقى بيساعد فيه وجود الدربالي اللي الحقيقة أنا بشوف أنه هو عامل مجهود وعامل فريق كبير في خط نص نادي التراجي التونسي على الناحية الهجومية بالأخص وشوفنا الهدف الأولاني الحقيقة كانت كرة ما بين يوسف البلايلي ولعبها كرة سبتة طبعا تلعبت ليه يانساس وقدر أنه هو يسجلها كهدف أول بالنسبة لنادي التراجي التونسي يمكن نادي التراجي التونسي كان هو المستحوز وكان هو المسيطر بشكل كبير جدا ولكن نادي التراجي التونسي كان بيعاني من حاجة مهمة جدا لازم يخلي باله منها وهي فكرة الدفاع المتقدم وفكرة المساحات اللي موجودة وراء لما شوفنا نادي دي كدها السومالي وهو بيعمل الهجمة المرتدة السريعة والتحول السريع من حالة الدفاع لحالة الهجوم شوفنا أن ده سبب خطورة وسبب أزمة بالنسبة لنادي التراجي التونسي ويمكن ده كان عامل أولو سبب في الهدف اللي دخل في نادي التراجي التونسي اللي طبعا كان خطأ من أمان الله ما ميش ولكن ما فيش مشكلة أكبر الحراس طبعا بيغلطه ولكن نادي التراجي التونسي لازم يخلي باله بشكل كويس قوي من المساحات اللي موجودة وراء لأن الدفاع المتقدم يخلي أن فيه مساحات والهجمات المرتدة اللي عملها دي كدها السومالي والتحولات السريعة اللي عملها من حالة الدفاع لحالة الهجوم مسلت خطورة جديدة جدا بالنسبة لنادي التراجي التونسي لكن على الناحية الهجومية بالعكس نادي التراجي التونسي كان بيلعب وبيقدي بشكل كويس قوي على الرغم من عدم وجود راست حربة صريح مؤثر لأن طبعا فيه يوسف العبدالي ولكنه غير مؤثر بالنسبة لي ولكن وجود يوسف اللي بلايلي والتناغم اللي ما بينه وما بين يانساس هو ده اللي يمكن عامل الفرق الهجومي بالنسبة لنادي التراجي التونسي ويمكن ده فكرة الدفاع المتقدم دي كانت سبب التغييرة اللي عملها كاردوز وبعد كده لما سحب الدربالي ونزل بأوبجلو علشان أنه يقدر أنه هو يقفل شوية الصغرى الدفاعية اللي كانت موجودة عند نادي التراجي التونسي وفعلا نجح في ده وبعد كده الأهداف زادت بالنسبة لنادي التراجي التونسي ألف مبروك الفوز لنادي التراجي التونسي في مباراته الأولى والانطلاق في إفريقيا مهمة جدا بالنسبة للفريق